موسيقى 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 هكم عاملين ايه هنتكلم النهاردة عن سيرام دكتور ميركل هو منتج علاجي وبيحمي الشعر من التأصف طبعا مش بيعالج التأصف لان الشعر اتكسرت مش هترجع تاني بس هو بيقلل من الهاشان الناتج عن التأصف ده هنبتدي طريقة الاستخدام طريقة الاستخدام اللي نكتخذ كمية متوسطة على شعر يكون منادي بتسخنيها في ايدك شوية وبعدها تستخدميه ما تجيش ناحية فروة راسك ولا الشعر القريب من فروة راسك انتي بتبادي اتنين سنتي عن الفروة هنتكلم بعديها عن التساقط هو مش هيوقف التساقط لانه مش المفروض ان هو يكون على فروة شعرك اللي اللي معمول للتساقط الزيت انا تكلمت عنه وهسبه لكو تحت ولو انتي حطيتي منه كمية كتيرة هيتقل الشعراية على البصيلة وهيسبل التساقط بالنسبة للهيشان انا هقيمه بعشرة من عشرة لان استحالة استخدميه بكمية مناسبة من غير مبالغة وشعرك يهيش بالنسبة للتشابك هيكون تمانية من عشرة لان هو هيقللك التشابك جدا بس طبعا فيه معدل تشابك طبيعي ده بيكون ناتج عن ان دايما الشعر بيبقى فيه تساقط طبيعي بيكون من خمستاشر لتلاتين شعرة مش من خمسين لمية خالص لان من خمسين لمية كده انتي عندك تساقط كربي اصلا فالتشابك هيكون تمانية من عشرة بالنسبة للكسافة وهنا انا مش بتكلم عن الانبات انا بتكلم عن سمك الشعراية بالنسبة لان فيه منتجات كتير بتخلي ان السمك الشعراية كبير قوي وبتسبب تساقط بسبب ده بسبب ان يكون فيها سيليكون كتير فبيتقل الشعراية وفيه منتجات بتسبب ان السمك الشعرا يرفع جدا هو ما بيسببش اي مشاكل وبيكون كويس جدا في النقطة دي فهتديله خمسة من عشرة بالنسبة لللمعان هيكون عشرة من عشرة لان بيخلي الشعر يلمع من غير ما تحسي بتلزيق او ان شعرك عليه زيت اصلا بالنسبة للقوام هو قوام متوسط مش خفيف زي الزيت ولا تقيل ومليان سيليكون وده ما يمنعش ان هو فيه سيليكون انا هفهمكم ازاي تعرفه النسب من القوام لو انت لقيت ان السيروم اللي معاكي خفيف قوي اشبه بالزيت تعرف ان نسبة الزيت فيه اعلى من السيليكون على عكس ان انت لو لقيت ان هو تقيل سيليكون اعلى من كمية الزيت بالنسبة للتطويل هو حسام فن شعرك يفضل مترتب فمش هيتقصف ولا يتكسر فبالتالي طول ما انت ما عندك مشاكل وشعرك بيتول هيتنم حافظ على طوله مش هيتكسر خلص بالنسبة لنعومة الشعر ادي له عشرة من عشرة لانه فعلا بيغلف الشعراية وبيخليها سليسة جدا والملمس كويس ده نتيجة انه جوا سيليكون الريحة هو ريحة الزيت احسن منه بكتير بس انا هتدي له في الريحة عشرة من عشرة لان ريحته كويسة جدا بالنسبة للمكونات المكونات فيها كمية مهولة من السيليكون مع فيتامين اي وفيتامين اي وزيت نعناع ومنسول وجليسرين وسيليكون طبعا طبعا تحسن هو غير مجدي من المكونات لكن السيليكون مش مدر لان احنا بنحتاج السيليكون علشان بيحفظ الترتيب اللي جوه الشهر انت بس لازم اه اما تيجي تستخدمي شامبوه فيه سلفات علشان التراكم بتاع المنتجات والقشرة اللي بتسببها المنتجات ما يحصلش لكن مثلا لو هنقرنه بسيروم ثاني مثلا زي سيروم زيرو فريز هو احسن طبعا مليون مرة لان السيروم زيرو فريز ما فيهوش اي مغزيات يعتبر